اخر حاجة البرتيشن كرماتوغرافي. وقلنا اول ما نسمع كلمة برتيشن كرماتوغرافي اعرف ان والموبايل بس بيبقى موجود فين? بيبقى موجود على علشان نقدر نستخدمه. وبيبقى التكنيك في ممكن كرماتوغرافي يستخدم كبرتيشن. ازاي? ان انا ممكن استخدم ممكن استخدم اه 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 اي 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 اسفة ما يكونش له دي زي كيس الجهر وحط عليه يبقى يعتبر كصبورت. طب ممكن السلية الكرماتوغرافي اه ممكن السلية الكرماتوغرافي. السولد دوت هيبقى ويحط عليه الليكود كستشناري فيز. البيبر كرماتوغرافي هي كده استشناري فيز. واتفقنا مع بعض ان البيبر او السلولوز هو بياخد نسبة من متشر الموجودة في الجو بتبقى ده عليه. وفي الحالة دي بتبقى هي دي اللي بتقوم بدور البرتيشن كرماتوغرافي. وقلنا ما ينفعش نعمل للبيبر عشان لو سخنت البيبر هي تتحرق وما ينفعش ان هي تبقى طب البيبر كرماتوغرافي. البيبر كرماتوغرافي جنرال تكنيك. بنعمل سهلة اوه يجيب فلتر آآ لها مواصفات معينة. ونختار اللي هنقدر نشتغل عليه او الموبايل فيز. آآ بنعمل للسامبل الاول. وبعد كده بعمل لها سامبل او عامية زي ما عملتها على بالزبط. هعمل برضو بعمل للجار اللي انا هحط فيه البيبر وبعد كده بحط البيبر معلقة شوية عشان يحصل لها بعد كده ابدأ احط البيبر في الموبايل فيز. نبدأ نعمل بعد كده نعمل ايدنتفيكيشن اف سيباريتد كومبوننت. الاباريتس كلماتوغرافي. عبارة عن جار بقى مش زي التاني كانت بتبقى كده. لا بتبقى جار جار كبير حجمه كبير. بعد كده بعمل شوية عند السولفنت. البيبر بيبقى لها اتجاه للنسيج زي القماش كده فيها اتجاه للنسيج فالسولفنت لازم يمشي في اتجاه الماشين اللي عملت النسيج بتاع البيبر دوت. وزوطا ما بمش مش بيبقى ولكن ليه وعشان كده لما باقي استخدمه باخد ده وحطه مع المية واحطهم لاتنين مع بعض اما يحصلهم لاتنين مع بعض وابدأ افصل دوت واخده معي وابدأ هو ده استخدمه كموبايل فيز. بعد كده بعمل بتاعي قبل ما حطه البيبر لازم اعمله شوية بعمله عشان اشيل اي حاجة موجودة فيه بعمل احنا في حاجات كثيرة لما كنت بتاخدوها في الالكالويد قولك حط عشان ترصب اي بعدين حطه عشان تزهير يبقى بيحط معين بيرصبلي حاجات انا مش محتاجاها او ممكن احط كرماتوغرافي بيشيل كل اللي ممكن تبقى موجودة في بتاعتي. بيعمل بيوروفيكيشن باي كولم كرماتوغرافي ممكن اعديها على كولم الاول وبعد كده اخدها حطه على البيبر كرماتوغرافي. ممكن اعمل لو انتم فاكرين في بتاع الالكالويد كنا بجيب وناخده ونعمله بعد كده نحط عليه ونعمل شيك فالالكالويد كان نبقى الالكالويد ده البيز يدوب في الكلورفون. ام واخدك كلورفون وعمل وحط عليه يقوم يتحول الالكالويد للسولت وينزل في السولت او ماخده السولت وحط عليه تاني. يبقى ده اسمه ايه? بينتج في الاخر عملية بيوروفيكيشن للالكالويد بتاعي. بعمل سمبل او نفس الكلام اللي احنا عملناه في بس هنا التعامل معنا اسهل. ليه? عشان البيبر سهلة. لو انا عملت عليها بالكابلري ما مش هختشها ولا حاجة. انما هناك كنا بنعمل بريكوشنز جامدة عشان الكابلري ما تلمس تقوم تعمل تخدش في ايه البليد. هنعمل بقى قلم رصاص بنعمل خط مرتفع شوية عن نهاية البيبر. بنعمل بتوين احط مرة ونسيب احصلها ونيجي على المركز بتاعها نعمل كمان مرة بعد ما احصلها ونسيبها ما تنشف ونشوف كده كونسندرشن معقول ولا لأ. لقى انها عايزين نركزه تاني. هنعمل تاني في المركز لغية لما دينا اللون اللي احنا عايزين. ممكن نحط الستندرد معنا. بعد كده هنعمل يعني للوديد بيبر. هنحط البيبر بتاعتنا. هنحط الجار. ونحط فيه الموبايل فيز. واتفقنا ان الموبايل فيز دوة عبارة عن ارجانيك سولفنت. بعملو ساتوريشن بالووتر. بحطوهم الاتنين في سباريتينج فانل. بعمل شيك. بتفاصل الاتنين. باخد الارجانيك سولفنت احطه في الجار. وباخد الووتر احطه ببيكر واحطه في الجار جنب على الموبايل فيز في جار كده جنبه في بيكر صغير كده. جوه الجار. عشان يحصل بين الاتنين. وبعد كده بجيب الفلتر بتاعتي اللي هي او اللي هي وبعلقها شوية داخل الجار عشان هي كمان يحصل لها وبعد كده ببدأ انزلها تلامس الموبايل فيز ويبدأ يحصل بعد ما زادت لو انا عملت كويس بتبقى بتاعتها بتبقى سابتة ممكن ان انا اقارنها ببعضها لو انا عدت التجربة مرة واتنين وتلاتة. بعد كده بعمل عمل عمل عادي خالص. بعمل بشوف بتاع بعد كده بشوف الفاكتورز افكتنج الار اف فاليو. اول حاجة عندي ازاي بعمل بعمل حاجة اسمها يعني بخلي الموبايل فيز يطلع يعني من تحت الفوق او بخليه دي بينزل من فوق لتحت بخليه هورزونتا ليه قائم كده هورزونتا ليه او بخليه يمشي في الريدياس بتاع الفلتر في السيركل فيلتر بيبر. اول الحاجة بتتعلق داخل اشجار هنشوف مشكل التكنيك اد اول منزر ادي اشجار بتاعنا بي ادي الموبايل فيز بسيبه يعمل الاشجار كله بالموبايل فيز بيبقى هنا في بيكر صغير مش مرسوم في رسمة بسيب فيه بيكر صغير بيبقى فيه اللي هي بالموبايل فيز بتتحط هنا في البيكر بجيب ادية بتاعتي بعد ما عملت لها حضرت عليها السامبل بتاعتي هيت بحطها على وعلقها جوه الجار من غير ما تلمس الموبايل فيز شوية لغاية هي كمان محصلها بالموبايل فيز بعد كده ابدأ انزلها لما تلامس الموبايل فيز تبدأ الموبايل فيز يطلع على السبوت يبدأ ايه يفصل المواد بتاعتي ده مؤسن ليه لان الموبايل فيز طالعهم من تحت الفوق طب ممكن نعمل شكل تاني اه ممكن نعمل شكل تاني هنجيب الفلتر بيبر ايه ازا ما احنا جايبينها نحوط بتاع المواد بتاعتنا هي عملنا لها ونجوين عاملينها زي سطوانة سطوانة هي لفناها زي سطوانة ومسكناها هنا بكليبس هنا وكليبس هنا سطوانة عادية خالص وبدل بقى ما علاقها على جلاس رود والكلام ده قمتم وقفة السطوانة داخل الموبايل فيز هيحصل للمادة بتاعتي عادي خالص كسطوانة هيت بعد ما حصل طوام جاية فتحة شايلة لسطوانة خالص احصلها وافردها وابدأ اعين بتاعتي يبقى الاتنين دول اسمهم ايه? ليه? لان برضو الموبايل فيز طالع من تحته هو طالع لفوق. نيجي بقى نشوف السيستم دوت. السيستم ده عبارة عن ايه? عبارة عن جار كبير وهنا فيه طرف هنا هو. حوض كده. الحوض دوت فيه الموبايل فيز. الحوض ده لو احنا خدنا في الجار هيبقى بالمنظر ده. قادل. الترف بتاعنا فيه الموبايل فيز. جبت الفلتر بتاعتي حطتها جوه الموبايل فيز. تانيتها حطت عليها جلاس رود عشان ما توقعش مني. يمسكها الجلاس رود. وروحت مطلعها من الطرفة هي تلفت على جلاس رود تاني اهو جلاس رود اهو التاني. لفت عليه. وبعد كده هتنزل البيبر هي. نزلت البيبر بالشكل ده. البيبر دي عليها السمبل. حطيت السمبل فين? اول منطقة بدأت بعد ما عدنا على الرود. السمبل بتاعتي تحطت هنا هي. اللي هي تحطت هنا دي. طب ايه اللي هيحصل? الموبايل فيز هيجي على الفلتر هي. هيبدأ يطلع بالكابلارت. يطلع يلف هنا. يلف على الجلاس رود او طلع من وراء. لف على الجلاس رود اهي. هيلاقي اول مادة قدامه. المادة هي. يبدأ ينزل فضل نزل بسرعة اهو هنا. بدأ يفصل المادة معها هقطع الفلتر بيبر من تحت اعمل لها تيس كده. هتبدأ تنزل للمادة بتاعتنا. طب مش عايزة نزل المادة هو اول ما توصل لقرب النهاية حقف لغاية هنا ومجاية شايلة الفلتر بيبر بتاعتي. ده اسمه طب ايه الفرق بقى يا دكتور? طلع من تحت الفور. هتطلع سولفنت هتطلع ايه? هتطلع بالكابيلارتي فقط. اجينس ايه? اجينس الجرافتي. عكس الجاذبية الارضية. فالسولفنت مقدرش يطلع مسافة طويل. يطلع لغاية بكتير قوي خمستاشر سبعتاشر سنتي ويقف. ليه? مش قادر يطلع بكابيلارتي اكتر من كده. فلو انا عندي مادة حركتها بطيقة. القفينت بتاعتها للستش نافزة عالية. ما بتتحركش بسهولة. انا محتاجها تمشي مسافة اطول. ففي الحالة دي ما نفعش معي. هستخدم ايه? هستخدم في يوم جاي واخدها حطاها ان شاء الله جبتي متر. هتنزل ليه? لانها ماشية ايه? ماشية بالجرافتي وماشية بايه? بايه? بتاع ده. ماشية بالاتنين. فبتبقى معدلها سريع. تخلي المادة تتحرك بسرعة وتمشي مسافات طويلة. يبقى دي الميزة بتاعت على الدسند. ماشي بسرعة. بعد مسافة طويلة. ماشي عايزة تحرك بسهولة ولزق بعضها هتديني هتتفصل بطريقة احسن. طب برضو يعني مالوش ميزة لأ لميزة. بتاعتوب بتبقى ليه? لان فيها جزء من جرافتي. جرافتي دي مستبتة في مكان واحد. يعني انت في معمل هنا في الدور الرابع غير الدور التالت جرافتي مختلفة. مكان غير مكان في مصر غير طنطة غير باي المكان بيختلف بتاع الجرافتي وبالتالي بتبقاش سبتة. يبقى عشان تبقى يبقى لازم استخدم تستخدم تستخدم اكتر. طيب هستخدمها وتبقى في حالة طب في في احوال في معرفش استخدم زي ايه? لو انا عايز اعمل يعني ايه يعني اخلي المادة ما بتتحركش وبطيئة اخليها تفضل تجري الموبايل فيز يعدي فيها وتبدأ يحصله من تحت ينزل من تحت ينقط من تحت يبقى اسمه لغاية اما اول مادة تبدأ هتنزل او موقفة الرن بتاعي. يبقى في الحالة دي مقدرش احسب طب هنشوفها اذا مش موجودة طيب عبارة عني عبارة عن شالو بجيب الفلتر بيبر وانا ايمها على السطح بتاعه وكده خالص. واجيب اخر طرف بتاعها وعمله في الموبايل فيز. فهو بيطلع هورزونتل توزا بلين. ادفانتش بتاعت هورزونتل زجار صغير خالص. ان كان بي فيد ان ان انكيوبيتور. لو انا عايز احطه عن درجة حرارة عالية احطه في انكيوبيتور. لو انا عايز ند بتاعتي اللويل بحطها في ريفريجريتور. فيبقى انا ممكن اتحكم فيها. جيف مور ريب ريديوسابل ار فاليو. ليه ريب ريديوسابل ار فاليو? يعني ار فاليو بتاعتها سابتة وممكن اقارنها ببعضها. كل ما اغير استخدمها مرة واتنين وتلاتة سهل قوي ان الار اف تبقى اقارنها ببعضها. طب ليه بقى? علشان هي بتتأثرش بالجرافتي. دي هورزونتل كلها واخده نفس المستوى مع الجرافتي فتأثيرها بيبقى مش متأثرة قوي بالجرافتي. طب هنجيب فلتر بيبر ومجاين قطعين منها التمنى تقريبا من الفلتر بيبر واسيبها متصلة بمنطقة السنتر في السنتر. واعمل تعمله هليه يطلع عن طريق الجزء ده او دراك دوت اللي نزل. هتبقى بيجي عن نقطة السنتر ويديني ايه? فبيبقى ريديوس بيعصل بيعمل ادي الفلتر بيبر اهيت. بقص تقريبا التمنى بتاعها بالمنظر ده. بمجاية حطاها اهيت الفلتر. الجزء اللي انا قطعته دوت بينزل ينامس الموبايل فيز. ويبقى بقيت الفلتر بيبر على البيتري ديشز. يبقى انا عندي بتري ديش. والليه الغطى بتاعه. بجيب الفلتر بيبر احطها كده على الديش. ومجاي غطاها باللد. هيبقى فيه عندي الويك. الويك ده موجود في السنتر. حينزل على الموبايل فيز. حيسحب الموبايل فيز. حييجي على النقطة بتاعة السنتر دي. يبدأ يتوزع سيركيولر. وهو بتوزع سيركيولر كده. حيبدأ يفصل المادة الموجودة معي. هنشوف بقى كده الواقعي ادي الفلتر بيبرهية على الجزء اللي مقطوع دوت نزل تحت هوة الويك ده نزل فيه الموبايل فيز. بدأ ياخد المادة. حيطلع اصفل موبايل فيز هيطلع. هيوصل عند الاسبوتة هي تاسبوت دي فيها المكشر. الجزء ده هيحصل له كده. وده يحصل له كده. وده كده. هيبقى فين? على الريديوس. هيفضل يفصل المواد كلها على الريديوس. فالمفوض انه يتفصل ازاي? المادة الاولينية هتدي لحلقة السودة الاولينية دي. مادة التانية ديني لحلقة التانية مادة تالتة ديني حلقة التالتة. طب ايه بقى المرسوم ده يا دكتورة? عشان ممكن ده استخدمه لأكتر من سبوت. هبعد بعيد عن السنتر ده. وهوحط السبوت المكشر هنا. وهي هنا حط سبوت مكشر تاني خالص. وهنا سبوت مكشر تالت ورابع وخامس وسادس. طب انت او الموبايل فيزة ما يطلع. هيطلع يجي عالسنتر. ما يلاقيش هنا حاجة. هي يوم جاي ماشي يلف في ايه? يلاقي المكشر ده يفرده هنا. يلاقي المكشر ده يفرده هنا. المكشر ده يفصله هنا. ويفصله هنا. يوم يفصل لي اكتر من المكشر على نفس الفلتر بيبر. يبقى الفكرة فيلتر بيبر سريعة جدا. تعمل لي اكتر من المكشر في وقت واحد. تعتبر برضو. لان هي كلها موازية. او موازية للقرس. ما يبقى جرافتي سابتة فيها. المادة بتتعمل ريدياس. بتلف في الريدياس لانها وقفة عند نقطة المركز بتاعت الدايرة. مجرد ما بيطلع بيعملها ريدياس ويفصلها. وبالتالي بتبقى ايه زي اللي انا استخدمها في المعمل. اهي منظر زي اللي انا قلته هوت. ادي نقطة المركزة هيت. بيبدأ يفصل لي كل مكشر لوحده. اهو بالمنظر ده لو هنا في المركز بيبدأ نفصل لي كل المركز لوحده. كده بقدرنا نفصلها الريديال. الادفانتيج بتاع ريديال كرماتوجرافي بقى ايه? رابط طبعا. طب فيه في زي في حالة اه طبعا فيه. في زي ما عملنا في بالزبط. يعني ايه? يعني ممكن احط الفلتر بيبر وطلعه وحطه تاني وطلعه انسون. طبعا عندي اه عندي ممكن احطها وبعدين اقالفها تسعين درجة زي يتسن لي يا بالزبط. طبعا عندي هاي واو موجود هنا مش موجود هناك. ليه? عشان ما بيتمش قلة في يعني ايه? يعني بياخد من الطرف اللي فوق وينزل على الفلتر بيبر. وبعدين كده ممكن اسيبه ويحصل له لغاية لما يحرك لي كل المواد اللي انا عايز احركها وبعد كده وقفه. يبقى ما بيحصلش اللي في طب ما حصلش في لي يا دكتور? عشان مش عرفتني وخليها تدخل جوة الطرف الموجود فوق. ولو تانيتها النفس السين دي هيحصلها وتتكسر وتايه? وما تحصلش في لغة للموبايل فيز. طب دي والتو دايمينشن آآ والمالت بستخدم فيهم لا بستخدم الايه? التو دايمينشن ما بستخدمش معها حاجة. انما والتو دايمينشن بستخدم معهم الكوروماتوغرافي. احنا نتفعنا عبارة عن ايه? عبارة عن هو اللي والموبايل فيز هو اللي بولر. يبقى يعني ايه? بجيب صبورت واحط عليه آآ 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 زي اللي كود برافن وواكس والفكسد اويل. واحط موبايل فيز بيبقى بولر اكوس. وببدأ اعمل بتاعي. الاستايلات بيبر بينج ميد او نان بولر استايل سليلوز اسيتيت. وقلنا الاستايل سليلوز اسيتيت. بتبقى ريفيرسد فيز بيبر كوروماتوغرافي. البيبر كوروماتوغرافي. قلنا البيبر دي تعني او وقلنا عشان نستخدم في حالة كونت باستخدم في حالة كونت باستخدم كونت باستخدم في حالة في حالة في حالة عندي طرق كتيرة ممكن استخدمها في البيبراتف. اول حاجة بدل ما اجيب شيط صغير بجيب شيط كبير. بدل ما بحط 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 باند كبيرة. طيب ممكن اعمل بدل ما اجيب شيط كبير كده ويتعبني. واجيب جرار كبير عشان احطه فيه. طب انا اجيب نفس تبقى تخينة سميكة عشان تستوعي كمية كبيرة. دي بعملنا ايه? عملنا لاما وعملنا عليها وعملنا بعد كده اطعنا تعرفنا على مكان الباند باليو في. اطعنا اللي فيها الباند ديت. وحطناها في بيكر. وحطنا عليها وعملنا لها واختناها. يبقى كده فزلتها. او نفس الكلام. واعمل للمادة بتاعتي. واطعها وعملناها وبدأ كده اتعرف عليها. قالك طب ما ممكن تعملها بكروماتو جرافيك اليوشن. ازاي? انا عندي شيطة اهو. طلعت الباند. الباند دي طلعت مسلا انا عندي مسلا ارتفاع سبعة سنتي كده واخدها واحد سنتي باند كده كبيرة على على البيبر. حقص الباند دي كلها. فقط عبارة عن شيط طويل بطول بعرض البيبر بتاعتي وصمكة بتاع واحد سنتي. هم جاي قلبها وعملها كأنها دي سيندينج بيبر. هم جاي وقدة جزء. حطة فيه حتة فيلتر بيبر نضيفة ما فيهاش اي حاجة. وحطها من لها في الطراف اللي فيه الموبايل فيز. هيطلع الموبايل فيز يلف على اللي هي فيها اللي هي كلها الباند. يبدأ عمل لها وهو ينزل كل اللي موجود في الباند ويعمله ويجمعه موجود تحت. لبقى ده اسمك روماتو جرافيك اليوشن. اذا ممكن نعمل تانية غير او غير اه. قال لك في حاجة اسمها يعني انت بيجي لك البيبر في رول كده. رول مبروم كده. حناخد الرول ده لأسفل. اولاني ده بجيب البيبر العادي وهم جاي حط بدل لحط واحدة حط عشر على بعد وهم جاي ضغطهم بعد كده وهم جاي واخداهم حط عليهم العينة بتاعتي واضغطهم تاني بجلس بليد وهم جاي حطهم في الموبايل فيز. هيطلع من بين من بين الجلس بليد ده الموبايل فيز هيدخل على البيبر ويفصل المواد بتاعتي بعد كده بافصل الجلس بليد واعملهم هم كده على انهم طيب طريقة تانية هجيب رول زي اللي بيبقى في البيت ده عبارة عن رول من الورق ملفوف قوي جامد واخد كده رول بحاله وحط الرول زي ما هو كده وهم جاية محددة اللي انا عايز اوصله محددة وهم جاية عاملة على الرول كله. لما بحط نقطة على الرول بتقوم جاية عاملة لا لا يحصل جوه. يحصل تدخل لجوه خالص. تقوم تخلي الرول كله لو بصنا فيه كله تشبع بالمادة بتاعتنا. هوقف الرول كده في الموبايل فيز. هيطلع كله ماشي مع الرول. الموبايل فيز هيطلع في الرول كله يبدأ يفصل الباند دي الى مختلفة حسب بتاعته. بعد كده من جاية وقداها قطع الرولز ديت الى اجزاء كل جزء فيه المادة بتاعتي حسب مع عملت بتاع المواد. يبقى يقول وبضغطهم بانجلس بليت واعمل عادي خالص. لاما اجيب رول كامل واعمل على الرول كامل واحط الرول بحاله زي ما هو هو مضغوط كده اعمل وفي كلتا الاحوال بحدد بتاع الباند بتاعتي. بعمل قط الباند. بعمل لها واعمل واخد المواد بتاعتي. طب حاجة اسمها كروماتو بيل. كروماتو بيل دي دي كله عبارة عن ديسك من صغيرة مدورة واخد نفس الديمطر بتاع الكولم وبامل الكولم من ديسك دي. وبتغطها جامد جدا وبعمل كأنها بقت كولم قدامي. بس الكولم عبارة عن ايه? عبارة عن وحط المادة بتاعتي بعمل لها وبعد كده بعمل عادي خالص بتبدأ يحصل سباريش. طبعا انا ممكن اعمل اللي هي الكروماتو بيل. وممكن استخدم ايه? باستخدم بودر من السليلوز وفي نفس الحالة هيستخدم برضو بريباراتيب ايزوليشن. يبقى يوزين كروماتو بيل. ويتشي كونسيست اوف فيلتر بيبر ديسك اوف زا سيم ديامتر. انسايد زي جلاس كولم انديوز ازا طايب اوف كوروماتو كوروماتو جرافي. كوانتيتف بيبر كوروماتو جرافي. بحدد الكوانتيتي زيها ازاي في حالة او انا بحط بعمل اه سبوتينج للسامبل والسبوتينج للسطندر. السطندر دوت معروف الكونسنتريشن بتاعه. بعمل بيطلع من الانون والسبوت من الستندر. بمجاية قصة البيبر اللي عليها بتاع الستندر. وقصة البيبر اللي عليها بتاعت القنون. ومجاية وزنة الستندر. واقولي الوزنة بتاعت الستندر دي كان فيها كمية من الستندر ايكوال كزا ماكرو جرام. يبقى الوزنة بتاعت القنون دي فيها كام? وابدأ بحسبها وطلع الوزنة. نفس الكلام بيقيس الدينستي زي حالة او اعمل اليوشن واسها كالوريمتري. اول حاجة تي اي لسي سريع اسرع من البيبر. دايما بتاعها بطيئة. حساس جدا. السيبراتف اس بيتر از ات جيفن مور دي سكرت ليس ديفيوز دي سبوت. السيبراتف بتاعته حلوة جدا. وبيدينا تي سكرت سبوت وما بحصلش ديفيوجن ما بيخلش اللي سبوت تبقى كبيرة وتفرش وحصلات ديفيوجن زي في حالة البيبر. مور فيرستيل. زاس ات هاز او ايدر ابليكيشن. بغير كتير قوي في السولفنت بتاع تي اي لسي. انما في حالة البيبر سولفنت بتاعها محدود جدا. رزا تقف تي اي لسي دايما اجار قبل ما اشتغل كولم كنا قلنا لازم نجارب تي اي لسي الاول. فباخد تي اي لسي. واشوف افضل اغير في السولفنت لغاية ما شوف الممكن يفصل للمكشر متعددة. عرفت بتاعي عبارة عن ايه? وعرفت التركيز اللي انا حطيته حلو كويس كان قد ايه? وعرفت ان مين المادة اللي بتبقى موجودة الافنت بتاعتها عالية من المادة الاقل العرفت كل النتائج دي? ابدأ هي نفس النتائج ابدأ اخش على كولم. استخدم نفس استخدم نفس اتوقع نفس تكنيك اللي كان موجود في يبقى ده امتداد للتي اي لسي. ممكن استخدمه في الكواراتياتف ممكن استخدمه في الماكرو بريبراتف طول يعني في الايزوليشن افزا كومباوند. الكروسي او دراستيك سبري ري ايجان ساتش از تيم برسين سالفوريك اسن ماي بي يوز. انا ممكن اعمل سبري فور اه فور ايدنتفيكيشن اوزا كومباين باي دراستيك سبري. ممكن اعمل سبري بسالفوريك اسن. انما البيبر سيليلوز واصف ايكس بيحصلوا متشارينج اللي وانا حطيته عليه سالفوريك اسن. هو يهي بيحصله دي بيحصلوا دي بيحصلوا دي بيحصلوا دي بيحصلوا دي يبقى في الكروسي بتراستيك ساتستخدم احسن واحد. انما فيها السليولوز والسيفاديكس بيحصلوا متشارينج وبيحصلوا دي بوجي مرائزيه. ممكن اضيف حاجات على على ممكن احط بافر ممكن احط بيزيس ممكن ممكن احط زي ممكن احط حاجات كتيرة ممكن تتحسن من عامية السيباريشة. ممكن احط بحيث انا قلت اللي بقى لو كان المادة بتاعتي يبقى حط عشان يبقى ان المادة بتاعتي طبعا في حالة سهل جدا الاختياره ممكن اغير فيه اكتر من حاجة احسن من البيبر. في حالة البيبر بتبقى بتبقى سابتة ممكن اقررنها مع بعضها ممكن تبقى سابتة الفترة طويلة يعني البيبر ممكن اخد البيبر دي وحطها في الرسالة بتاعتي احطها في النوت بتاعتي تبقى سابتة فترة طويلة. تي اي سي برمنانت ريكورد كان بي ميت باي. تي اي سي صعب ان انا اعمله مش معقول احط سلايت جوه رسالة. فقالك انت ممكن تتحايل على الامور بحيث تخليها برمنانت. خليها برمنانت ازاي? يعني ممكن تجيب ورق ورق فلتر بتاع ده ورق بيبر شفاف كده زي ورق وتشفها تشف دفس تي اي سي. ممكن تعمل تصوره. وتحطها كصورة. ممكن تعمله بعد ما جبت التي اي سي وحطت عليها وبقت فيها الوان بينة او عاملة عليها ببلاستيك. وبعد كده مجايش هي لها البلاستيك بقادرها بعندي ريبليكة من البلاستيك. طب كروماتوغرافي سهلة قوي وخيصة عن التي اي سي. ابليكيشن او بيبر والسين لير كروماتوغرافي واتفاقنا الابليكيشن كلها كواليتيتف كوانتيتيتف اند او 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 انا عندي بلانت معروف جبته من سينا مسلا والنبات دوت من عائلة معينة عليها تلاها كيمو تاكسينومك معين. ولقيت نفس العينة ديت مسلا في السحل الشمالي في حتة تانية خالص. طب انا عايز اعرف دي زي دي بالزبط وفيها نفس الحاجة عشان اعطها طبعة كيمو تاكسونومي. كيمو تاكسونومي التقسم من مواد حسب الكيميكال كومباوند اللي موجودة فيها. فبعمل ايه? بجيب ده واعمل لهم بتاع السيباريشن. من غير ما افصل ومن غير ما اعرف المواد ومن غير ما اعمل اي حاجة. هبوصل للاتنين. نفس الشكل نفس الالوان نفس كل حاجة. بعد ما عملت لهم لو اللي اتنين شبه بعض يبقى حطوهم في نفس الكلاسز تبع الكيمو تاكسونوميك ريسيرش. واحد جاب لي مركب وقال لي ده بيور اتروبين مسلا. طب انا عايز اشوفوا بيور اتروبين ولا لأ فبقوا جاية جايباوا عملاله سبوتينج على بيبر او على وحتى جنبهم ستاندر اتروبين وعمل وحشوف هل هو طلع في نفس الارف وطلع ولا فيه اكتر من حاجة لو فيه حاجة تانية يبقى هنا دوت ايه مخشوش او فيه نسبة فما اقدرش اخده وقول لا ده فيه حاجة غلط طب قلنا بالاريا اندر زابيك وقلنا دوت فور سيباريشن اوف كومباوند لاما استخدم سيك بيبر او استخدم سيك تي الي سي سين لير كوماتوغرافي اس سبيشيال يوسفل فور ريديو ايزوتوبس وقلنا لان سين لير هي الوحيدة الممكن تستخدم في ريديو ايزوتوبس انما البيبر ما بتستخدمش في حاجة زي كده كده يا جماعة يبقى احنا خلصنا الكروماتوغرافي كله وان شاء الله رب العالمين هنزل لكوا اسئلة للترينينج عليها على كل تكنيك هنزل مجموعة اسئلة على الكولام كروماتوغرافي ومجموعة على سين لير مجموعة على البيبر كروماتوغرافي وان شاء الله يكون فيه طريقة للتواصل بيننا بازن الله على الجروب بتاع السيود انت على الفيسبوك او ان شاء الله على الواتساب بتاعي الخاص وان شاء الله بالتوفيق شكرا سلام عليكم